نهارك سعيد نهارك سعيد نهارك سعيد تحديداً في أتى العمال والفلاحين ويمكن هما دول اللي هيكون عليهم تركيز أكتر من خلال فقراتنا النهاردة مع ظيوفنا اللي منورنا في ستوديو نهارك سعيد اسمحوا لي في البداية أراح بыми ظيوفنا وظيوفكم النهاردة في الفقرة اللي معانا دلوقتي هيكون معانا الأستاذة فاطمة رمضان أمين عام مساعدة والاتحاد المصري للنقبات المستقلة سبح خير استاذة فاطمة وأنا بنحرطتك معانا هيكون معانا كمان الأستاذ خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحاصل على لقب محارب الفساد لعام 2011 سبع الخريف عن دم ومنورنا النهاردة في نهارك سعيد في البداية خلوني أعرف منكم جات منين فكرة أن العمال والفلاحين يشاركوا يعني أن احنا نكتب دستور أفتكر أن دي طول عمرنا بنعتقد أنها مهمة من مهام رجال القانون رجال المثقفين رجال النخبة يعني نادرا لما ممكن يجي في بالنا حتى أنه عامل أو فلاح يشارك في أنه يكتب دستور بلده أو الدستور اللي كلنا هنمشي عليه بعد كده منين جات الفكرة؟ اتفضلي أستاذ فقط في الحقيقة أنه موضوع المشاركة العمال في صياجة قوانين دي تجربة مش أول مرة العمال يعملوها لأنه من أكتر من سنتين العمال أطلقوا حملة الحرية النقابية لأنهم شافوا أنه قانون 35 لسنة 76 قانون النقابات العمالية هو قانون بيجيب لنا النقابات اللي احنا بنشوفها اللي هو النقابات بتاع اتحاد عمال مصر وحسين مجاور وآخر جرامه اللي هو ارتكبها مش بس في حق العمال في حق الشعب المصري كله نقابات لا تعبر عن العمال بأي شكل من الأشكال وبالتالي احنا شفنا أنه لا احنا محتاجين يبقى في عندنا الحق في الحرية النقابية أأسس النقابة اللي أنا عايزها أدخل النقابة اللي أنا عايزها أو ما دخلش أدخل النقابة دي أو النقابة دي أو النقابة دي أو ما دخلش ومن هنا كنا عملنا الحملة بتاع الحرية النقابية وكان أحد أنشطة هذه الحملة هو صياغة قانون للحرية النقابية عشان كده لما جات وزارة القوى العاملة تناقش المشروع بتاع القانون الحريان قبل حقا أن العمال كانوا جاهزين بمشروعهم وبقانونهم وناقشنا المشروع اللي قدمته وزارة القوى العاملة وحطنا عليه تعديلات كتير من هنا جات فكرة أنه طب الدستور اللي هو هيصير مستقبل هذه البلد لعشرات السنين القادمة هل هيصح أن العمال والفلاحين والمعاقين والعاطلين عن العمل وكل الناس دول يبقوا بعيد عن سياقة الدستور هل هيصح أن احنا نسيبهم يعملوا الدستور حتى بالشكل اللي هما كانوا بيتكلموا عنه والتصنيفة اللي كانوا بيتكلموا أنه هنجيب من العمال خمسة هل هيصح أن احنا نجيب من العمال خمسة ومن الفلاحين خمسة عشان يبقوا دول اللي بيمثلوا العمال والفلاحين اللي هما بيمثلوا نسبة عالية جدا من المجتمع في السياغة الدستور اللي هو حياتنا لأ فمن هنا قلنا انه لأ احنا ده مستقبل مصر ومستقبلنا ولازم العمال والفلاحين وكل الفئات المجتمعية يبقى لها دور في سياغة الدستور ومن هنا جات المبادرة دي أستاذ خالد العلاقة ما بين المالك والمستأجر مالي وما عليه كل طرف فيهم هل هذه القوانين كانت مطروحة قبل كده وهل القوانين دي كانت موجودة قبل كده كانت موجودة ولا لا أو لو كانت موجودة هل ما كانتش بتنفذ يعني ايه الموضوع بالزبط في القوانين اللي بتخص ما بين المالك والمستأجر أستاذ القوانين طول عمرها موجودة بس بيبقى لفايصل كيف تصاغ هذه القوانين وهذه التشريعات طول الوقت بيبقى النغبة السياسية اللي بتتمكن من الوصول لمجلس الشعب هي اللي بتقدر تصيغ هذه التشريعات وبالتالي بنبقى قدام قطبين السلطة السياسية الحاكمة زائد رجال الأعمال أو ميسور الحال اللي بيتمكنوا من الفوز بعضوية مجلس الشعب في الحالتين دول هنلاقي من الفئات الاجتماعية المهماشة أو الفئات الاجتماعية الفقيرة اللي هي مهتمة بأكل العيش وفقت قطها اليومي اليومي زي ما بيقول العامل اللي بيتلع يشتغل وبعدين اللي بيرجع بفلوس يا ما بيرجعش بحاجة غالبا بيبقى دورهم في هذه التشريعات هي مجرد رد فعل أنه يستقبل فقط أنه صدر تشريع أو صدر دستور بينص على كذا وكذا قيمة المبادرة اللي احنا بنحاول نعملها أن تتحول مناقشة الدستور إلى مناقشة شعبية جمهارة هذه الفكرة هذا الدستور سيحدد ليس فقط مستقبل السياسي لهذا الوطن لمدة 50 سنة على الأقل لكن هيحدد كمان إزاي هيقضي على البطالة هيحدد أكلي ولبسي هيحدد علاجي هيحدد تعليم ولادي هيحدد حاجات كتيرة جدا فلا يصح بأي حال من الأحوال أن تصبح اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بتناقش الدستور بدون وجود رقابة شعبية وإيه اللي احنا بنعمله إحنا عايزين نقدم مبادرة إيجابية ما نبقاش مجرد رد فعل إحنا عايزين نناقش إحنا كعمال وفلاحين ومنظمات مجتمع مدني إيه هي أحلام البوسطة اللي عايزة تتحطي دخل الدستور ونقدم هذه الوثيقة لللجنة التأسيسية بحيث أن يبقى العامل والفلاح وغيرها من الفقات الاجتماعية بترقب أداء الجامعية التأسيسية للدستور وبتناقش معها هي حطت إيه من النصوص واستبعدت إيه من النصوص أنا بس عايز أقول أن الموضوع مش هيبقى مقتصر على فكرة أن العمال والفلاحين هيتصيغوا في مجموعة ورشات تتعمل هذه الورش مجرد أنها بتسجل أحلام العمال والفلاحين اللي عايزينها تبقى في الدستور إيه هي الحماية لحقهم اللي نفسهم تبقى موجودة في الدستور وفي لجنة قانونية إحنا دخلنا في المناقشات مع مستشارين ومع أسازة جامعة وأسازة قانون دستوري كلهم رحبوا بالفكرة ورحبوا أنهم على استعداد للتطوع لمحاولة صياغة هذه الوثيقة بعد الورش بتاعة العمال والفلاحين ما تمتهي تمام الورش دي هي أولها تقريبا هيقام يوم الجمعة اللي جاية اللي هو يوم 30 ديسمبر الورش هتكون بتضم كل الفئات العمال اللي هم المستدمين والعمالة اليومية إبلي بحري جميع الفئات هتكون موجودة أسرة فاطمة جميع الفئات هتكون موجودة يعني إحنا المبادرة دي صدرت من لغاية دلوقتي أربع أطراف أيها وإحنا بنقول إن إحنا بدرنا وبندعو كل الناس في كل مكان عمال ومنظمات مجتمع مدني وغيرها من الحاجات إن هم يبقوا معنا في المبادرة دي لإن إحنا شايفين إن المبادرة دي مهمة بالنسبة لنا كلنا بس مبدئيا يعني إحنا عندنا في الاتحاد المصري الأربع فئات أو الأربع الناس اللي بدروا في هذه المبادرة اتحاد المصري للنقابات المستقلة لجنة الحق في العمل اتحاد الفلاحين والمركز المصري للحق الاقتصادية والاجتماعية اتحاد الفلاحين فيه نقابات للفلاحين فيه قرى وأماكن كتير جدا من قبل البحري اتحاد المصري للنقابات المستقلة فيه تنويع من النقابات أنا بالتأكيد فيه نقابات مستقلة فيه أكتر من 350 نقابة مستقلة طلعت إحنا عندنا منها مثلا مية وحاجة فيه نقابات تانية إحنا بندعوة بنقول لها أهلا وسهلا تعالي عشان تشاركي معنا في وثقة الدستور بس إحنا عندنا في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة تنويع من العاملين في شتى المجالات وفي شتى المحافظات ضمنهم عمال اليومية ضمنهم ناس بتحاول أن هي تعمل نقابات للعاطلين عن العمل ضمنهم العاملين المؤقتين في كتير من الأماكن سواء في الحكومة أو برا الحكومة عاملين في مناطق الاستثمارية الصيادين عمال المناجم والمحاجر فيه تنويع كبيرة خالص زي ما بقول على المستوى الجغرافي أو على المستوى النوعي في الأعمال هتبقى موجودة وبتشارك في هذه الصياغة علشان نبقى كلنا مع بعض بنصيغ هذه الوثيقة وهذه الحقوق جميل ده بالنسبة لنوعية المشاركين في الوثيقة المجتمعية إيه هي مطالبهم؟ إيه هي أحلامهم؟ إيه هي مشاكلهم؟ هو ده اللي يهمنا نعرفه؟ صدر الأستاذ خالد هي أحلام أحلامهم بسيطة زي حياتهم أحلامهم مجرد ضمان عدالة اجتماعية ضمان توزيع عادل للصروة داخل المجتمع ما ينفعش يبقى أراضي الدولة بتتباع يعني بالكيلومترات لرجال الأعمال بطراب الفلوس ولما يجي فلاح بياخد حتة أرض يعني بيبقى الوضع بالتعامل معه شارس ضمان الحكوك في المياه بدون خسخصة الحق في المياه ضمان وجود زراعة آمنة داخل هذا المجتمع ضمان حقوق العمل والحريات النقابية وضمان وجود نظام اقتصادي أساسه هو العدالة الاجتماعية ليس أساسه فقط الربح وليس أساسه المضاربة في البورصة وليس أساسه مجرد الشطارة في عمليات المضاربة ولا الارتباط بالاقتصاد العالمي نحن في مجتمع بتعاني الغالبية فيه من الفقر لابد أن يكون الدستور الجديد قلبه قلب اجتماعي يتحدث ويجعل من العدالة الاجتماعية ركن رئيسي وأساسي في كل منطلقات النصوص المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية جميل أهم مبادئ الدستور أو أهم المواضيع أو أهم المطالب اللي ممكن تكون بتهم كل هذه الفقات يا أستاذة فاطمة من وجهة نظر حضرتك في مطالب لها دعوة بالحق في العمل ساعات العمل مواعيد مثلا الحاجات دي حق في أن أنا أشتغل في بيئة عمل آمنة حق أصلا في العمل أنا خلصت اشتغلت تعلمت ما بقاش عاطل وقاعد في البيت مليش لازمة إزاي أضمن هذا الحق بداية من ضمان حق العمل نفسه ثم ضمان شروط العمل اللي تخليني أبقى بشتغل وأنتك كبني آدم في هذه الدولة زي ما حضرتك بتقولي ساعات العمل الأجر العادل أن أنا أبقى بشتغل في بيئة عمل آمنة وسليمة حق في العلاج في عملي في الحق الاقتصادية الاجتماعية التانية زي الحق في التعليم والحق في الصحة إنه إزاي يبقى بتعالج والحق في السكن وحقوق المرأة لازم تبقى موجودة ومصانة في المكان ده حقوق متحد الإعاقة لازم تبقى موجودة ومصانة في هذه الوثيقة وغيرها من الحقوق الفلاحين الفلاحين اللي هما بينتجوا خير البلد والحقيقة إحنا كلنا تقريبا بنا يكلوا حتى الصناعة في جزء كبير منها بتقوم عليهم لازم نحط حقوق مش بس تحفظ حقوق الفلاحين خمان تحفظ مسألة الزراعة في هذا البلد اللي كان قبل كده بنتكلم على إنه بلد زراعي وإحنا عايزينه يبقى زراعي وصناعي بس إحنا دوقتي موت الزراعة في هذه البلد من موت الزراعة عن طريق زي ما كان أستاذ خالد لما بقى بخسخص المياه بقى موت الزراعة لما بقى ببلد المستثمرين ألاف الأفدنة وبطرد الفلاح وبحبسه لإنه خد ألف جنيه عشان أبقى بخسخص الزراعة الاقتمان اللي كان بيساعد الفلاح في مسألة الزراعة ما عادش موجود بقى تعملية ربح والفلاحين لما ياخدوا قرد صغار يبصي لقوم بعد خمس سنين بقى عشر تلاف جنيه وعشرين ألف جنيه ما يقدرش يدفعهم فيتحبس زي ما بنشوف دلوقتي مسألة تسويق منتج الفلاح بدون ما يبقى مستغل أنا كده سايبه منه للسوق العالمي هو الفلاح الزغير اللي قد كده اللي قاعد في قرية من القرى ولا بساعده في أي حاجة بقوله إيه والله الطماطم النهاردة بيع عشرة جنيه انت هتبيعها بعشرة جنيه بكرة ما بتبعش خالص ما فيش دولة حتى الدول الرأسمالية ما فيش دولة بتسيب فلاحينها بالشكل ده من غير ما تبقى بتساعدهم لازم مسألة الزراعة والمياه وغيرها لازم يبقى فيه حاجات سبتة في الدستور تضمن المسألة دي عشان الفلاحين وعشان مستقبل مصر لازم يبقى فيه في الدستور حقوق للعمل بشكل عام وللعمال بشكل خاص لازم تبقى سبتة في الدستور لازم الفئات الضعيفة في هذا المجتمع تيبقى لها حقوق سبتة في الدستور زي متحد الإعاقة والمرأة وغيرها من الله اشتركوا في القناة